الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الإخوة الكرام والأخوات الفضليات ورنواد مسجد بلال ابن رباح بليفيربول سبن أستراليا تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي بحضراتكم من خلال قناتكم المباركة مع الحلقة السادسة عشر والتي نتحدث فيها أو نواصل الحديث فيها عن أحكام الصيام مع اللقاء الحادي عشر من أحكام الصيام والذين نتحدث فيه عن الحكم الشرعي في من مات وعليه صيام وعلى آله ورحمة الله وبركاته تبرأ ذمة الإنسان الذي مات وعليه الصيام بأحد أمراه الأمر الأول بالصيام عنه والدليل على ذلك ما روه البخاري في صحيحه عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صامعا هو وليه هذا الشخص مع هذه المصدقات فقط بلاد عملات فيها المنزل هو أنه يجب أن يفعلوا من ماتواه البخاري نراتي من أمنا 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 عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم من خلال فهم العلماء لهذا النص النبوي الحكيم تبين أن آراء العلماء اختلفت فطائفة من العلماء أخذوا النص على ظاهره فقالوا بأنه يصام عن من مات وعليه صيام سواء كان هذا الصيام أيام من رمضان أو كان عليه نذر فلوليه أن يصوم عنه الصيام صيام الفريضة أو صيام النذر الطائفة الثانية قالوا لا يصام عن الميت أبدا سواء كان ما عليه من صيام فرض أو نذر وفصل الطائفة ثالثة القول وهو الرأي الراجح وهذا هو رأي عبد الله بن عباس وغيره من الصحابة والعلماء والأئمة قالوا بأن الإنسان إذا كان عليه صيام أيام من رمضان ومات قبل أن يصوم لا يصوم عنه وليه وإنما يطعم عنه أما إذا كان عليه نذر فوليه أن يصوم عنه هذا النذر والمقصود بالولي هنا ابن المتوفى أو أخوه أو أبو من يقوم على تركته بعد وفاته للفضل الطائفة الثالثة لديهم أشخاص مؤمن هنا بعض المصدرين قالوا إذا كانوا يدخل المضانون يحصل على المدين وكان يمكن أن يصوم واحد من الاشخاص بنتهي وانه يستطيع أن يصوم بأي ثم ثم انه يصوم بأي إذا كان بأي إذا كان بأي سيديًا أو أخوص ايدي أو أامه يقال عليه من رأيه قانون بعد ان يللعاثه بعد قراره فهذا الرجال يجب على الرجال ويقولون أيضا أيضا أن هذه الرجال ليعطي عليها ليت هذه الرجال يجب على المفتح واذا لم يكن من التهولى وقالوا لدستهولى ثم قالت أنه يبدو أن يتبع على مكسابه ثم قالت أنه لا يتبع في مكسابه إذا كان من المدارين في المنطقة الوصول إلى مكسابه أو من أكثر للمكسابه الثاني الثاني الذي طبع به ذمة من مات وعليه الصيام الإطعام عنه والدليل على ذلك ما رواه التمذي في سنانه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه الصيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين وعلى이드 نفسه ايام المنتجه عن نبي رضي الله عنه نفسه وقد صراح عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما جاء في السنن الكبرى للبيهقية عن نافع أن عبد الله بن عمر بن خطاب رضي الله عنهما كان يقول من أفطر في رمضان أياما وهو مريض ثم مات قبل أن يقضي فليطعم عنه وليه ما كان كل يوم أفطره من تلك الأيام مسكينا مدا من حمطة فإن أدركه رمضان الحالة الثانية أنه كان مريض وعليه أيام من رمضان ولم يمت ولكن أدركه رمضان الآخر لعام قابل فإن أدركه رمضان عام قابل قبل أن يصومه أن يصوم عليه من أيام من رمضان الماضي فأطاق صوم الذي أدرك كان يستطيع أن يصوم هذا رمضان فليطعم عما مضى كل يوم مسكينا مدا من حمطة واليصوم الذي استقبل يصوم رمضان الذي أقبل عليه وهو قادم ويطعم عن الأيام التي أفطرها وهو مريض في رمضان الماضي فإنه في الأفضل سنان الضبان نافع قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول أنه يقول الشخص الذي حضره في رمضان لأنه يتحدث عن الأمر وإنه يتحدث عن المدنة قبل أن يتم المحاول على الأمر يقول له يبقى على سبيل المعضان لأهما في كل نوم يتحدث عن مدنة إذا كان لدينا رمضان مستخدمة في رمضان وانه مدى وانه مستخدم وانه مستخدم وانه مستخدم وانه مستخدم من رمضان نوملي وجاء تصريح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يؤيد هذا الرأي فما رواه أبو داود في سننه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إذا مريض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه أو أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء وإن كان عليه نذر قضاء عنه وليه رأي عبد الله بن عباس صريح أن الإنسان إذا كان عليه أيام من رمضان ومات أطعم عنه عن كل يوم مسكينة أما إذا كان عليه نذر أن يصوم على المعين من الأيام هنا يصوم عنه وليه فهناك فرق بين إذا كان عليه أيام من رمضان أو كان عليه نذر إذا كان عليه أيام من رمضان فالأرجح أن يطعم عنه عن كل يوم مسكينة أما إذا كان عليه نذر فليصم عنه وليه هنا ابن عباس كانت تحقيقية أما إبن عمر رضي الله عنه هنا أبود ناريته من ابن عباس إذا كان لديه أخيار أو أخيار في رمضان ويقضى ويقضى أن يستطيع أن يكون مستعداً ثم يجب أن يكون مستعداً لأجلسة 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 إذا كان هناك tax hey without an وقال أصحاب هذا الرأي الراجح أن الصيام يجري مجرى الصلاة مثله كمثل الصلاة فكما لا يصلي أحد عن أحد فكذلك لا يصوم أحد عن أحد أياما من رمضان لأن رمضان هو الفريضة أما النذر فشبهوه بالدين أن النذر دين في ذمة هذا الإنسان ليس لأحد وإنما دين في رقابته لله ودين الله عز وجل أحق أن يقضى وأولى أن يقضى فكما نقضي الدين عن المتوفى لأهل الأرض فالأولى أن نقضي دينه الذي عليه لله عز وجل فكما نقضي عنه الدين المالي نقضي عنه هذا الدين لله عز وجل فيصوم عنه وليه شخصا العباد من قضية Люنات لله عز وجل فهم يجب أن يتدافع عن طرف أن المضائي في رمضان دين رمضان ق SMITH تفعلون ما يتدافع عن طرف كما نقضي عن طرف قل يجب أن تصده ومن ثم نقضي من ذلك ومن لا يمكن أن تصده لديه عز وجل في رمضان اللي لم يكن أستطيع أنه لا يمكنه أجهر على تقليل ولكن يجب عليهم أن يقومون لن يكون هم في الموضوع ولكن أي اوث لنفس المصغل يوجد عوض له ربته صحيح منها مع الشخص مع شخص الماسب في هذا الناس لكني يوجد هذا الواضع مع الله و سبحانه وتعالى إذا كان الله عز وجل برحمته وفضله قد رخص لأصحاب الأعظام الذين وقعوا في عسر من مرض أو نحوه أو نحوه أو نحوه أو سفر أو غير ذلك وأباح لهم الفطر في رمضان فعليهم أن يتقبلوا هذه مخصى من الله عز وجل ولكن لا يقصروا في قضاء ما عليهم من دين فإن الإنسان لا يدري متى يأتيه الموت فحتى لا يدخل في هذا الخلاف بين العلماء وقد يفطن أهله لما حدث منه أو لما عليه من دين وقد لا يفطنون ولا يشعون بذلك ويموت ولا يقضى عنه دينه لله عز وجل فالأولى أن نحرص على قضاء ما علينا من ديون وأولاها بالقضاء وبالحرص الديون التي علينا للكريم سبحانه وتعالى So towards the end of this lesson we all know that Allah subhanahu wa ta'ala is the most merciful and Allah subhanahu wa ta'ala gave people that are fasting during Ramadan with special needs لقد أخبرتهم مقنقل الانسانات الممكسات ايضاء عالية تشريح عالية ونحن لتحصل على حاول بالنسبة لي منصف الوصف على منطقة الله تعالى والمقرحة لدينا مجرحة هل نحن نحن لدينا نحن نفسه مجرحة 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 مؤمنين من سبحان الله تعالى ودفع مجرحة ويجب أن نفعل ذلك بأن نفعل ذلك كل شيئًا من نفعل ذلك من نفعل ذلك كل شيئًا بعد أن نفعل ذلك لأن لا أحد لا أعرف عندما يأتي و لا أحد لا أعرف إذا كان المساعدة يتعلم عن ذلك المساعدة إلى الله سبحانه وتعالى و قد لا يتعلم عن ذلك و انه يتعلم بشكل متفاق و هناك تؤثر من ذلك لذا السبب هنا هو عندما يتعلم أن يقلق نفعل ذلك يجب أن يتعلم كل مستقبله في حالة الإخلاص في حالة الإخلاص بعد رمضان شاء الله نسأل الله العليا القادرة أن يعيننا على الطاعة وأن يرزقنا الإخلاص فيها وأن يرزقنا حلاوة الطاعة والعبادة وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته